أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه يتم حاليا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي ذلك بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية وأشارت جامع خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتزليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية